تحية من عند الله عليكم مباركة طيبة اليوم الحلقة الثالثة من قواعد تدبر القرآن العظيم كيف بدنا نتدبر القرآن وفق أي منهجية حتى ما نكون عم نفتري على الله ونوقع بأكبر جريمة وإنما نتدبر فعلا إذا كنا مؤهلين للتدبر فالمبدأ الخامس اللي هو تمييز مستوى الأدلة لأنه كل الأدلة بتفيد بإثبات فكرة معينة لكن في أدلة فعلا لا تقبل النقد ما حدا بيقدر ينقضها بالضاد ينقضها بمعنى يلغيها مو ينتقدها فالمهم لا يمكن نقضها بينما في أدلة يعني تقبل الوجهين بتتشير بإشارة ظنية باتجاه معين مو إشارة يقينية فبالتالي الأدلة الحقيقية هي الأدلة اليقينية الأدلة الاستئناسية اللي هي الظنية ظنية يعني بلغت مبلغ كتير كبير من الإشارات اللي بتدل على فكرة معينة لكن ما زالت تختزن بداخلها نسبة معينة من احتمالية أنه يكون كل هالفكرة غلط فاليحنا بالتدبر حصريا لازم نبني تدبر على الأدلة اليقينية لكن لو أنت لقيت كمان أدلة ظنية بتزيد الدليل وضوحا أكتر بتزيد أدلتك يعني جمال أكتر مو غلط فمثلا أنا لما قلت بكتابي الحميات الغذائية القرآنية الإعجازية لما قلت أنه عدد آيات الرزق المنسوبة للملأ الأعلى بتساوي بعددها عدد آيات الرزق المنسوبة إلى الله وأن هذا فيه إشارة أن المؤمن لازم يتوازن بنظرته للرزق يكون عنده توازن من ناحية بما أنها تتعلق بالملأ الأعلى فيعرف أنه لازم يأخذ بالأسباب لأقصاها لحتى يحصل على الرزق لازم ما ينام ما يقول يلا على الله تركتها لازم يأخذ بالأسباب لأقصاها وبنفس الوقت ما ينسى أنه أنت باهم أخذ بالأسباب ولازم تأخذ بالأسباب لكن في النهاية تحديد مقدار رزقك هو بالنهاية مع عدد الله فهذا الشي أنا مو استنبطه من مجرد تساوي عدد الآيات بين الملأ الأعلى وبين الله لا لو كنت أنا بس هذا دليلي لكان كلامي جريمة جريمة كبيرة لكن أنا استنبطه من أدلة كتير يقينية لكن لما لقيت هذا المثال حبيت أرجع أفتح القصة مرة تانية وهالمرة اعتمد على هالمثال البسيط الاستئناسي الظني ليش؟ أنه حلو يعني سهل فهمه لأنه شرائح كتير عم تسمع الحلقات التي اللي عم نعملها ففيه شرائح تفهم بسرعة أنه عدد الآيات نفسه معناته لازم تكون أنت متوازن بين الموضوعين فلاقيته دليل حلو جميل سهل الفهم أما بصير أنا كمتدبر يكون دليلي بهالمستوى واعتمده فقط واعتبره فكرة حقيقية مجرد عدد الآيات لا هذا بيكون جريمة لازم تنتبهوا لمستوى الأدلة وكيف تستخدموها المبدأ السادس مواكبة العلوم الدنيوية القائمة على التجربة والبرهان أم تم نحتاج العلوم الدنيوية؟ إذا كنت أنت تستمبت من القرآن حقائق علمية مع أن القرآن الأصل فيه أنه هو أحكام شرعية لكن إذا تستمبت منه أمور دنيوية فلازم تكون أنت عالم بالعلوم الدنيوية عالم فيزياء عالم الطب إلى آخره لازم تكون عالم باختصاص معين حتى تخلي القرآن بما أنه يحوي مجرد إشارات تخليه يلهمك من خلال إشارات لتطوير علمك الدنيوي وتسريعه فمثلا بموضوع الغذاء الصحي بالقرآن فيمكن لولا دراستي طويلة جدا جدا يعني من أنا عمري صغير وأنا بتابع مدارس التغذية العالمية وبجربها علي وعلى اللي حولي لولا هالشي يمكن ما كنت فهمت التغذية القرآنية بهالعمق هاد لأنه ممكن بعض المفردات ما كنت أعرف أنه هي مركز سقل هالموضوع كله فمثلا عبارة لن نصبر على طعام واحد بما أني شفت مدارس تغذية بتركز على أنه تعارض الأطعمة مع بعضها شو يساوي وطبعا كمان حتى جربت هالشي على نفسي وشفت كيف لما أكلت مادة وحدة طول اليوم كيف نقلبت صحتي تماما للأفضل هلأ من ناحية تانية مهما أنت أخذت هالإشارات القرآنية في المجال الدنيوي واستنبطت منها أفضل استنباط بما أنك أنت عالم بالمجال الدنيوي مع ذلك ما فيك تقول أنها يقينية مية بالمية لأنه بما أنه هي إشارات علمية معناته ممكن يجي حدا من بعدك ويستنبط أفضل منك يعني وارد بظل الباب مفتوح وإن كان مثلا اللي عملته أنا بالذات بموضوع تغذية يعني صعب جدا حدا يقدر يضيف عليه لكن ممكن وكمان نفس الفكرة بموضوع الحضارة الفرعونية وعلاقتها بسليمان فرغم كل الأدلة اللي سقتها وقديشها كانت ضخمة جدا ومع ذلك ما بصير نقول أنه هذا الكلام والاستنباط يقيني مية بالمية لا يقبل الشك ولا يمكن تغيره في المستقبل لأنه بظل كل شي استنبطنا ما كان جاي بشكل صريح وإنما بشكل إشارات لكن مع ذلك موضوع سليمان والحضارة الفرعونية بيظل ما بيتقارن كتير بموضوع التغذية لأنه الحضارة الفرعونية أنا ما عندي الأدوات لحتى أتأكد من بعض التفاصيل أنه والله الفرعون كذا ولا سليمان كان اسمه كذا بالحضارة الفرعونية أو سمية المصرية أو سمية حضارة الأهرامات يعني ما عندي الأدوات لأتأكد وأنا ما ببحث بهالموضوع أصلا فبينما بموضوع التغذية فأنا عندي كتير علم عميق بهالموضوع من زمان وبنفس الوقت جربت على نفسي وعلى غيري هالشغلات اللي استنبطت أنا من التغذية بالقرآن وبعدين نشرت حلقات التغذية لذلك اللي استنبطتوا أنا بحلقات التغذية ممكن يوصل لليقين يعني عبقول ممكن أو ممكن نقول يكاد يكون يقيني يعني ممكن نقول أنه أنا متأكد من حلقات التغذية تسعة وتسعين بالمية ليش عبحط واحد بالمية لأنه هي صحيحة بس ممكن واحد يجي يعني يدقق فيها أكتر بالمستقبل احتمال يطلع معه جزئية من هون أو جزئية من هون يعني احتمال تطلع أعمق مني وإن كنت بستبعد يعني لكن ممكن أما مسأل حضارة فرعونية ما فيني يقول لي متأكد تسعة وتسعين بالمية فيني يقول متأكد مثلا خمسة وتمانين بالمية وهي نسبة كتير عظيمة لأن معظم الثقافة الإنسانية اليوم هي ثقافة ظنية حتى بالأوساط العلمية حتى العلماء لما بيحكوا بالفلك والطب وإلى آخره بيكون ظني وإن شاء الله يكون اسمه ظني كمان لكن هيك لازم نميز بين البحوص الواضحة مثل الشمس مثل الفرق بين الله وبين ربنا وبين البحوص اللي هي بيضل فيها احتمالية ولو واحد بالمية ولو أكتر أنه تكون قابلة للتصحيح بالمستقبل والحمد لله رب العالمين ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة